مرحبا خير النهار ده أنا عاوز أتكلم عن مشكلة الكورونا بيروس وفي أمريكا بالتحديد لأن أنا اتفرقت على شوية حاجات على الإنترنت من قنوات عربية عن أمريكا وعن ما يحدث في أمريكا وأعتقد أن هم مغلطين في بعض حاجات كتيرة وردود فعل الحكومة وما تفعله وبيقارنوا بين أمريكا وبين الحكومات الدول الأخرى ويقول لك شوفوا إزاي أمريكا عملت وإحنا ما عملناش وشوفوا ما شارعي أنا شايف أن أولا المشكلة بتاعت في أمريكا الآن هي بدأت من حوالي شهر ونص اقتصاديا وكان معلوم عن الفيروس دو من يمكن ابتدى الكلام عنه من نوفمبر ابتدى الكلام يكتر بعدين زاد أكتر وبعدين من سبعين ثلاثة قال لك مفيش حاجة وكله كويس وكله جميل ومعندناش كم حالة وكان مشكلة إن مفيش التاست مقدرش تعرف إذا كان عندك حالات أو ما عندكش حالات جير لو عندك تاست يعني مقدرش تقول أنا بلدي كويسة وزي الفول هذا اللي حصل أيضا في مصر يعني خلينا نكلم بصراع ما محبش يعني أقول بس لازم الآن إحنا في وقت لازم أن نقول أن أيضا في مصر حصل مغلطات وقال لك مفيش وتلع أنا اتكلمت عن الرجل اللي تلع وقال ما عرفش ده صنفه إيه إن في مصر منظمة الصحة العالمية والأم المتحدة ومش عبية قالت مصر مفيش ولا حالة طيب طب هو أنت كنت حللت للناس كلها وشفت أنهم مفهمش ولا حالة يعني أن أنت زي بردو لما تكلمت على بتاع العالم يندهش جبت منين العالم يندهش جبت منين الخبر ده جبت منين خبر أن اخترعوا مصر ولا مش عايب إيه ولا إيه يعني أيضا الآن ما يحدث في أمريكا هو إلى حد ما شبيه ولكن هو أخطر على مستوى كبير لأن الآن في أزمة مستشفيات يعني وصلت الحالة لأن في أزمة مستشفيات غير أزمة مستشفيات ما في أزمة دكاترة فهو أزمة سياسية إلى حد ما لأن السنة دي سنة انتخابات ماذا سيحدث لو الموضوع استمر لنوفمبر مفروض نوفمبر في الانتخابات وللأسف القوانين وأنا كتبت على الفيسبوك بس الناس حتى الأمريكان في مخوم كده لو يعني تافح ويروحوا معلقين على كلمة ويسيبوا البقى أنا كتبت وقلت إن فيحدث تغييرات في بدأت بموضوع إن هنا مصلحة الضرائب وفقت على إن تمد تقديم الضرائب الأول هي مادة من يومين طلعت خبر إنها مادة دفعة الضرائب المفروض أن الناس بتقدم ضرائبها من يناير أو عندها فرصة من يناير لأبريل 15 أبريل إما هيرجع لها فلوس جزء من فلوس اللي بتدفعها طول السنة أو لو في حاجات الحكومة السعية بتدي مساعدات برجع لها أكتر من اللي دفعيته أي أن كان مش هندخل في التفاصيل دين أو لو لازم تدفع فلازم على الأقل تبتدي تشفع من 15 أبريل وممكن تعملها على أقصات فهم مدوا الدفعة بدل تبعى من 15 أبريل لتبعى 15 يولي فمدوها 13 فأنا كواحد لي في الضرائب وده شيء من الحاجات اللي بتعامل معها مع الناس وإزاي 13 دول بالذات من أصعب 13 رفعات الإنسان الأمريكي العادي لأنك هما ما بيطلعهمش الفورم بتاع اللي من جهة العمل المفروض بتبعت لك حاجة اسمها W2 W2 دون بيبقى فيه أنت استلمت كام طول السنة ودفعت كام طول السنة ولو فيه خصومات وإنشورانس مش عبقى الحاجات دي كلها بتبعى مكتوبة بتقديمها لمصلحة الضرائب وبتملاقي فيه فورمس بقى أكتر من أبليكيشن لازم تملاهم حسب الحالة بتاعتك وحسب انت عندك إيه دخلك كيف حاجة الكلام بالمهم في البداية مصلحة الضرائب قدمت الدفعة ناس زي برضو كتبوا وعملوا وثووا من المفروض ان الموضوع يتقدم ان تقديم الضرائب هو اللي يتقدم مش بس الدفعة لأنك انت مش عاوز الناس تتكوم في المكاتب بتاعت المحاسبين والمكاتب تاعت الناس اللي بتعمل الدرائب أو كده وهم مش عايز كمان يبقوا في حالة قلق والأهواجة ومش عايزة انهم الناس عايزة تشوف حياتها وتشوفها تعمل ايه في الشهر اللي جاي دوا ولا لازم تحضر درائب وتعمل وتسووا تبقى مخاهة ضارب يعني في الموضوع فالمهم موافق انهم ما يمدوا ده حتى تقديم ما هيمدوا لليوليا فانا شايف ان ما يحدث الان هو سيغير قوانين كثيرة جداً وسيبدأوا في تفكير في حلول في اشياء لم تخطر على بالهم من قبل لان الان انت عندك بلد يعني شبه سنوياً تحصل كوارث طبعية اما زلازل في كاليفورنيا او اعصير الاعصير دي يبتدرب ولايتين على الاقل يبتدرب تلاتة يبتدرب على اللي نقول واحدة ولما بتدرب ولاية بتضيعها فعندك الاعصير زي اللي هو الهوريكانز والحاجات دي او تورنادوز او يعني انواع الاعصير دي بتغرق بتعمل شوفنا مرة لويزيانا شوفنا مرة تاكساس شوفنا مرة السنة اللي فاتت في اكتر من اعصار خرب بلاد يعني فبتشل حركة ولاية واثنين غير ان الناس لازم تبعد عن المكان والشغل ومعظم الاشغال فاي ولاية المفروض حصل هيمر عليها البتاع مفروض الناس بتاخد حذرة انه على الاقل ما تروحش الشغل انت مش عايز بقى الاعصار جاي والناس في الشوارع وعلى الكباري وعلى البتاع بع الاقل فجالك كمان المشكلة دي فدي خدت الموضوع لبعد اخر البلد كلها في حالة دربكة فبتدوا كمان يتكلموا على ان حتى داكاترا بيفكروا ان لو دكتور جاي من بلد تانية انه بيبقى مش مش محتاج انه هو يخلص مدة التدريب كلها او يعني هيشوفوا يعني واضح من الكلام في اليومين اللي فاتوا انهم عشان يحلوا الازمة هاي سرعوا في 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 طريقة بتاعة يعني الاعطراب بالدكاترا لان بتاخد وقت في في ازمة داكاترا في ازمة ممردين في ازمة اللي هما بتوع التنفس اه بيبقوا التكنيشنز اللي بي اعملوا التنفس يعني في ازمات في ازمة انتجية يعني الان لان هو انت عندك امريكا معظم الحاجات بذات الحاجات يعني حتى الترمومترز وال وال هان سانيتيزرز والحاجات ديا دي معظمة حتى بتبقى معمولة في الصين فانت عندك ازمة الان البلد في ازمة لان ما فيش فيش انتاج الحاجات دي بتروح المحلات المحلات فاضية واذا موجود بتروح بتلاقي ناس بتعبي عربياتها وبتمشي ف ازمة اقتصادية ازمة انتجية ازمة ايضا في العمالة انت عندك الناس دلوقتي في محلات في مدن اجبرت على انها تقفل عندك المحلات الصغيرة من محل بيبيع ملابس او كتب او ايا كان يعني محل بيبقى محل تغير او بيبيع زي بآلة كده تغير حتى معظم العرب شغالين بيبقى في الحاجات دي بيبقى فتح محل كده في حتة مقرفة وبيبيع اكل وحاجات وبسكوت كده وحاجات وكوكاكولا وابتاع فدولا لو افل والناس اللي شغالة لا شغل فلازم في قوانين تحمي اصحاب العمال الصغيرة وقوانين ايضا تحمي العمال اكانش في قوانين بالشكل ده يعني حتى الان امريكا من البلاد اللي ليست فيها قوانين حقيقية تحمي العامل او تحمي يعني اللي هو يعني حتى لو الدنيا باظت يعني ده لان مبنية على الفكر اللي هو الرأس مالي الذي لا يفكر فيه لانك عندما بتبقى بساعات رأس مالي قوي او رأس مالي مش فاهم انت بتعمل ايه بتبقى ضد الرأس مالية لان انت بتخرب السوق لان انت لازم تحمي القوى العاملة تحمي القوى الانتاجية تحمي القوى الانتاجية تحمي صحاب العمل اللي هم اللي بيعملوا الوظائف بالذات الصغيرين انت الكبار هم محميين هم عندهم حاجات وعندهم انشورنس وعندهم يعني قادرين وعندهم فلوس تكفيهم يعني معظم الشركات الكبيرة عندها ما يكفيها انها ومش هيدي لمضرورة يعني مثلا امازون ولا دا ولا دا بيبيع لسه وبيوزع في العالم كله وبيعمل وبيسو انما المحلات الصغيرة هي اللي مضرورة عندك مشكلة سياسية لان الدستور ولا حتى قوانيا عدية بتحكي عن ماذا سيحدث لو استمر الموضوع يعني في الانتخابات اللي هي البرائماري اللي هي بين او المبدئية اللي هي المبدئية اللي بين حزبية يعني الحزب الديمقراطي لازم يحدد مين على اقل يصفوا على اثنين حتى الان يمكن لان دايما فيما بعدها يصفوا على اثنين هيصفوا على واحد في اغسطس او كده شكلها ان هي هتصفوا على واحد فقط وهو جو بايدن انما فتلغت في مدن وفي ولايات لغت الانتخابات فده جيل صالح بايدن لان البلاد اللي هي اللي عايزة ساندرز هي البلاد اللي فيها ناس وفيها مشكلة يعني اللي هي البلاد اللي فيها تجمع جمهوري وفيها مشكلة مثل نيويورك ازاي كده وتعددية جنسية وفكرية واسنية هي دي البلاد اللي عايزة بيرني فده جيل صالح بايدن انما ماذا سيحدث لو حدث والموضوع استمر بالشكل ده الناس هتعيش ازاي الانتخابات هتتم ازاي مين هيعمل ايه حتى الان لا يوجد قرارات او لا يوجد قوانين حقيقية على الارض تقدر تحدد ايه اللي ممكن يتعمل الدستور غير كافي لان الدستور معمول من 200 سنة وفيه ناس اللي هو يقولك الدستور 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 ليس فيه كل شيء الدستور يجب ان هو الدستور يضع حتى في اي بلد في الدنيا المفروض يضع الخرطوط العريضة مش كل حاجة ففيه اشياء كثيرة الدستور لم يتحدث عنها فانا اعتقد ان سيحدث تغيرات كثيرة جدا وجزرية في الخريطة بتاعت السياسة والاقتصاد وكل شيء في امريكا واتمنى ان يكون التغيير الافضل واتمنى ان الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر